نعرفكم عن الإكس بوكس سيريس إكس نعم، هذا هو التصميم والاسم الرسمي لجهاز مايكروسوفت القادم مايكروسوفت كشفت عنه رسمياً في حفل The Game Awards وما كشفهم له، صرحوا عن المزيد من المعلومات الجديدة واستعرضوا لنا أول لعبة جديدة حصرية عليه في فقرتنا الجديدة، اللي يسمها الطريق من الجيل القادم رح نقدم لكم أحدث الأخبار والمعلومات عن الأجهزة الجديدة من سوني ومايكروسوفت مايكروسوفت أخذت توجه مختلف تماماً عن أي جهاز سممته من قبل وتصميم مختلف بشكل كبير عن أجهزة المنافسين وكان مفاجأة للجميع شكل الجهاز كأنه برج ولا ناطحة سحاب لما تشوف ناطحة سحاب، دائماً يختار في بالك القوة وإصرار البشرة على تقديم شيء يجذبك الجملة التسبيقية المستعملة مع أول عرض الجهاز هي Power Your Dreams، بمعنى فعل أحلامك بقوة هذا الجهاز شكل الجهاز الانسيابي يلفت الأنظار بسبب كونه مستطيل وبدون حواف ولا أجزاء طالع منه ونلاحظ أيضاً في واجهة الجهاز فتحة قارئة دسكات ومنفذ USB Type A حتى الآن طول وعرض الجهاز ما تم تأكيده بشكل رسمي لكن فيه أكثر من شخص قاموا بعملية حسابية عشان يحاولون يقربون له بما أنهم يعرفون حجم فتحة قارئة دسكات فطول الجهاز تقريباً هو 31.2 سنتيمتر وعرضه 15.5 سنتيمتر بالمقارنة الأكس بوكس وان اكس طوله 31 سنتيمتر وعرضه 16 سنتيمتر نلاحظ أيضاً بأن فتحة المروحة جاية من فوق الجهاز وبيكون فيها مروحة واحدة كبيرة تطلع كل حرارة الجهاز بالفوند طبعاً بيكون فيه فتحة HDMI وبالغالب بتكون بالخلف لكن ما وضح لنا التصميم لخلفية الجهاز طبعاً التصميم بسبب غرابته وكونها غير مألوف أطلق قناة الناس لتصميم الكثير من الميمز للتريق عليه وهذه بعضها نعرضها لكم كفاصل ترفيهي أيضاً من نفس العرض اللي شفناه في الـ Game Awards تتعرفنا عن التصميم من يد الجديدة وأول شيئين لاحظناهم هم الـ D-Pad جديدة تشبه الموجودة في يد الأكس بوكس إليت وبنفس الوقت فيه زر جديد وهو زر خاص لميزة المشاركة مثل الزر الموجود في يد بلاي ستيشن 4 هذا الزر بيخليك تصور لقطات لعبك وبنفس الوقت تسجل مقاطع فيديو للعبك طلع كلام أن يد الأكس بوكس سيريس إكس بتكون أصغر من يد الأكس بوكس ون وأخف وزن وأيضاً الأزرار التريقر ملمسها تغير ولازال فيه اهتزازات طبعاً اليد الجديدة بتكون أيضاً متوافقة مع جهاز مايكروسوفت الحالي الأكس بوكس ون وأجهزة البي سي أيضاً كل من السماعات واليدين التحكم الخاصة إلى جهازة الأكس بوكس ون رح تشتغل على الأكس بوكس سيريس إكس يعني ما في داعي تستريع يادي كثير جديدة خصوصاً إذا كنت شاريهم لجهازك السابق الآن بندخل على بعض المعلومات الجديدة اللي توفرت بعد ما كشفوا عن الجهاز الرسمياً في معلومات رح نمر عليها كذا مرور الكرام لأننا ذكرناها في فيديو بلاي ستيشن 5 ضد أكس بوكس كارلت الماركة الأولى فإذا تبون الشرح المطول أنصحكم تتابعونا لأننا فصلنا فيه كل شيء معالج الأكس بوكس سيريس إكس بيكون من النوع AMD Zen 2 المعدل على حسب طلبيات مايكروسوفت بيكون ثماني النواة وقوةها بتصل إلى 3.8 جيجاهرتز وكرت الشاشة AMD Navi المعدل بمعمارية RDNA وقوةه 12 تيرافلوبس مع ذاكرة عشوائية GDDR6 حجمها 16 جيجا بايت وعندنا وحدة التخزين NVMe SSD ولسرعة قراءتها للمعلومات تصل إلى 2 جيجا بايت بالثانية بفضل NVMe SSD مع بعض التقنيات مايكروسوفت الخاصة رح تختفي شاشات التحميل كمثال أي لعبة فيها لودنج المدة الدقيقة رح توصل إلى مجرد ثواني قليلة واحدة من الميزات المثيرة للاهتمام هي أن صار عندنا القدرة في تشغيل أكثر من لعبة بنفس الوقت يعني يمديك تشغل Halo Infinite وفجأة تقدر تغير بارك وتحول على Ori and the Will of the Wisps هيلو ما رح تطفى لما ترجع لها مرة ثانية رح تحصلها في نفس المكان اللي تركت اللعبة عليه هذا الشيء بيختصر وقت كثير للعب ودعما تقعد ترجع على القائمة الرئيسية مرة ثانية أخيرا أكدوا أيضا أن الجهاز صوته مرة خفيف وما له حس بيكون مثل الأكس بوكس وان اكس أو أهدأ أخيرا كشفوا لنا عرض للعبة الجديدة وحصرية لجهاز الأكس بوكس CDSX وهي كانت سانوة ساقاز هيل بلايد 2 العرض كان مذهل وكل شيء شفناه كان مأخوذ من محرك اللعبة طبعا هذا ما يعني أن الرسوم اللعبة بتكون بهذه القوة لكنها Target Render وهذا يعني بأن الفريق يطمح لرسوم اللعبة أنها توصل لهذا المستوى في المنتج النهائي وهذه كانت آخر وأجهد معلومات الأكس بوكس Series X في فقراتنا الجديدة الطريق إلى الجيل القادم كان معكم نوافن رغموش لا تنسون تعطونا لايك على الفيديو وتشتركهم بالقناة يا أحلى متابعين ترجمة نانسي قنقر